واسمحوا لي أن أبدأ من القاهرة مع الدكتور ياسر الدكتور ياسر قمة عربية مكتملة العدد بعد عودة سوريا إلى حضن الدول العربية أن أسير نحو ترياق يشفي الدول العربية من التحديات يعالج صوتا عربيا يصبحه أو يجعله صوتا جهوريا مسموعا؟ لا شك أن القمة جدة العربية ربما سجلت هدفا حتى قبل أن تبدأ المباراة إن صح التعبير بالاتفاق والتوافق على عودة سوريا إلى الصف العربي وجامعة الدول العربية قبل القمة والموافقة ثم الإعلان عن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في فعاليات هذه القمة وجدها الأعمالها هذا الشيء مهم للغاية وربما يكون داعما لخطط رص الصف العربي وتجاوز الخلافات والإقسامات والاختلافات التي سبقت هذه القمة في السنوات الأخيرة وأعتقد أنها تعد منطلقا بالغ الأهمية أن يكون هناك نوع من الاتفاق في الصف العربي على طي صفحة خلافات والإقسامات السابقة وبالتالي التحرك نحو مواجهة التحديات والأزمات وهي كثيرة واستجدت عليها أزمات أخرى كما نعلم وأعتقد أنها ربما تسهم هذه القمة بهذا الجلوس تحت مظلة بيت العرب وجامعة الدول العربية في إمكانية أن يكون هناك صوت عربي واحد في مواجهة أزمات قوية وبالغة وتحديات ليست فقط إقليمية وإنما دولية كما نرى في الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحالة الاستقطاب الدولية الواسعة التي نشدها في السنوات الأخيرة نعم الوحدة العربية نتحدث عنها منذ عشرات السنوات نتحدث منذ عهد أن كنا نقول بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني من الشامي من نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني ذكرنا هذا الأمر منذ عشرات السنين أيصلح الحاضر ما عجز الماضي عن فعله؟ ربما يكون هناك تحرك واضح هذه المرة نأمل فيه ونتثبت بهذا الأمل بأن يكون هناك نوع من التوافق وليس الإجماع التوافق العربي مهم للغاية في هذه المرحلة الدقيقة وبالغة الدقة ربما من الأزمات من تصاعد الانفجارات سواء على مستوى تقاتل بين أبناء شعب واحد بمعسكرات مختلفة مثل ما يحدث في السودان أو حتى في اليمن وأيضا نوع من تجاوز نوع من الخلاف في الرأي والتوقهات والآراء والسياسات كما حدث مع سوريا في سنوات سابقة ثم الآن نحن نتطلع لمواجهة تغيرات حاصلة ليس فقط إقليميا وإنما دوليا وأيضا على مستوى ظهور تحديات بالغة الخطورة كما هي الحال بالشأن القضية الفلسطينية وظهور حكومة يمينية في إسرائيل شديدة التشدد وتطرف ربما وهذا يفرض علينا أن نكون قادرين على استعاب كل هذه المتغيرات والتحديات بعقلانية وباتفاق لكي نكون قادرين على تجاوز هذه الأزمات وهذا هو التحدي الأبرز أمام القمة العربية في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر